السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالم الحمد لله سيدي وإلهي الملك القلدوس السلام المؤمن المعين اللهم إن كل خيرا اللهم إن كل خيرا هو منك وإليك والشره ليس إليك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صلي وسلم وبرك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين ما زلنا مع سلس صيامك والقصة النهاردة بعنوان الصبر والقصة للدكتور خالد بن عبدالله الجبيت استشار أمراض القلب هو الدكتور بيقول حافظه الله أجريت عملية الطفل يبلغ من العمر سنتين ونصف وبعد يومين بينما هو جالس بجوار أمه بحالة جيدة إذا به يصاب بنزيف في القصبة الهوائي يتوقف قلبه تماما لمدة خمسة وأربعين دقيقة تترد حالته حالته متسوق جدا ثم أتيت إلى أمه فقلت لها إن ابنك هذا أعتقد أنه محت دماغيا المد دماغي يعني مجرد أن فيه النبض شغال لكن كل الأجهزة ميت أتدرن بماذا ردت علي قالت الحمد لله اللهم إشفيه إن كان فيه شفائه خيرا له وتركتني كنت أنتظر منها أن تبكي أن تفعل شيئا أن تسألني لم يكن شيئا من ذلك بعد عشرة أيام بدأناه يتحرك بعد اثناشر يوم قاعد يومين بس كويس بعد اثناشر يوم يصاب بنزيف آخر كما أصيب من قبل يتوقف قلبه زي المرة الأولانية خمسة وأربعين ديال قلت لها نفس ما قلت وردت علي بكلمتين الحمد لله ثم ذهبت بمصحفها تقرأ عليه ولا تزيد عليه تكرر هذا المنظر ست مرات القلب يقف خمسة وأربعين ديال وبعد شهرين ونص بعد أن تمت السيطرة على نزيف القصب الهوائي فإذا به يصبخ الرج في رأسه تحت دماغه لم أرى مثله تخيل أن دكتور كل يوم عنده الحلد الدكتور بيقول لم أرى مثله حاجة عجيب حررت تكون أربعين واحد واربعين درجة قلت لها ابنك الظاهر إنه خلص سوف يموت قالت الحمد لله اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفيه يا رب العالمين وذهبت وانصرفت عني بمصحفها بعد اسبعين أو ثلاثة شاف الله ابنها ثم بعد ذلك قلت لها ما قلت في كل مرة فقالت الحمد لله اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفيه بعد ثلاثة أسابيع شفاه الله من مرض الكلة بعد اسبوع إذا به يصب بالتهاب شديد شديد دكتور بيقول التهاب شديد في الغشاء البلوري حول القلب وصديد دكتور بيقول لك لم أرى مثله فتحت صدره حتى بان وظهر قلبه ليخرج الصديد فقلت لها ابنك الظاهر هالمرة ما في أمل نميلي ويل الدكتور فقالت الحمد لله وبعد ستة أشهر ونصف ستة أشهر ونصف يعني متين يوم ستة في تراتين بمية وتمانين وعشرين يوم يعني متين يوم بعد متين يوم بالضبط بعد ستة أشهر يخرج ابنها من العناء المركزة لا يرى لا يتكلم لا يسمع لا يتحرك كأنه دثة هاملة صدر مفتوح قلبه يرى إذا نزع الغيار وإحنا شلنا الغيار كده الشاشة والقطن يرى قلبه وهذه المرة لا تعرف إلا الحمد لله وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني أبدا ستة أشهر ونصف لم تسألني سؤال واحد عن طفله وبعض شهرين ونصف ما إذا حدث خرج ابنها من المستشفى يسبقها ماشيا سليما معافا يعني وأنا بقرأ القصة أنا كل شيء ما إستنى مات 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 وفي الآخر خرج إيه سليم معافا ماشي على رجلي القصة ما خلصتش كأنه لم يصب بشيء لم تنتهي القصة فكان العجب بعد سنة ونصف أخبارنا السكرتير قال هناك مرأة ورجل وطفلان يريدان أن يسلموا عليك جئت فإذا به زوجه تلك المرأة الذي كلما أراد أن يتكلم ويسألني قالت تتركه كان بزها يقولني يسألني الوضع عمليه تقوله سيبه سيبه يشتغل توكل الله ولم تسيطر على نفسها فقط ولكن سيطرت على زوجها لأنها رمت حبالها وتوكلها وتوكلها وتزللها وانطراحها بين إيدي الحي الذي لا يموت الذي يحيي الأعظم وهي رميم رأيت ذلك مريضي هذا وقد أصبح عنده أربع سنوات وعلى كتفها طفل آخر ثلاثة أشهر تقريبا قلت لزوجها مازحا ما شاء الله الولد ده رقم عشر ولا رقم اتناشر من بين الأرض فضحك وقال اسمع ما قال قال يا دكتور هذا الثاني الولد اللي عليك اتفادت تاني لأننا بقينا سبعة عشر سنة في عقم نبحث عن علاج فرزقنا الله هذا الولد ثم ابتلانا به الولد اللي كان حكاة دي كلها الولد ده كان جايب بعد صبر كم؟ سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة ثم ابتلانا الله به فرزقنا رب الشفاء فهو المنان الكريم امرأة تنتظر سبعتاشر سنة وتذهب إلى بلاد العلم للعلاج ثم يأتيها طفل كهذا ثم يصاب بما يصاب ثم تصبر أتدرون من يحترمها؟ أتدرون من يأتي لها بالأكل والشرب؟ إنهن الممرضات الكافرات لأنهم يحترم منها ويهب منها لأنها كانت كما قالت إحدى المرأة هذه المرأة عندها مبادئ عندها قوة شخصية لكن المرأة لم تعرف أن هذه المرأة عندها قوة إيمان أنا لما حبيتها تبلع الدروس المستفدة من القصة فهي يعني إيه؟ إن كتير منها لما يجي له بالأ متوتر وقلق طيب وبعد توترك وقلقك عملت إيه؟ وصلت لإيه؟ وقال حاجة كتير مننا يصبوا مرض ويجري على الدكتور ويجري على العلاجات ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا وفي النهاية على حاجة كان رجل يقول كده بيقول إن نبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن أمره له كله خير إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له فكان أعظون ابن الجوزي كان معالع كلمتين دول بيقولك إيه؟ بيقولك أن المؤمن إذا أصابه بلاء فصبر فبيقولك المؤمن من أول ما يجي صبر بلاء بيعمل إيه؟ بيصبر الكافر يفضل شهور واسنين وفي النهاية بيعمل إيه؟ بيستسبر الست دي عندها إيه حل تاني؟ ولا حاجة فكتير من الأحيان بيقولك إن الكافر بعد شهور واسنين يوصل لوصله المؤمن في أول اليوم حالتك وصبت ببلاء عندك حل تاني غير الصبر الصبر فرض يعني إحنا عندنا مراتب التعامل مع البلاء ثلاثة أول حاجة الصبر ده فرض فرض عليناك تصبر طب أنا ممكن أبقى جوة تعبان؟ آه بس لازم تبقى صبر من بره طيب أعرف إن أنا صبر إن حالتك لا تتكلم ولا تعمل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه قال إن القلب إيه؟ لا يحزن وإن العين لا تدمع ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا يبقى حالتك مهما كان حجم البلاء عندك أنت مطالب إحزن جوه زي ما أنت عاوز بس أهم حاجة اللسانه لا يقوله إلا حقه والعينه تدمع لأن إحنا مؤخزون بحكينتين بما نقول وبما نعمل طول محبتك مشايتش هدومك ما أعطعتش شعرك باتمر مختش في الأرض مفيش آي حاجة عشان كده من أعجب الأداية القرآنية اللي أنا بحبها جدا ودي موجودة في موطنهم من القرآن في موطن البلاء قالوا مرتين ربنا أفرغ علينا صبرا فحرطك دائما في حال البقته ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا اللهم صلي وسلم وبرك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا